تسع دفعات تخرجت من المدرسة العليا للمشا شهي جلو العبيدات بعد سنوات من أهلها مختلف العلوم والدراسات العسكرية والمدنية الدفعات وبعد تفتيشها من طرف اللواء السعيد شنغريحا وكلمة العميد قائد المدرسة أدت القسم على الإخلاص والدفاع عن الوطن لتسطر الميادين وعطاءها وتروي بطولاتها كسابقتها يقسم هؤلاء الأبطال اليوم على أن يكونوا مخلصين ومجاهدين في سبيله مطيعين لقيادتهم مدافعين عن وطنهم فوق كل أرض وتحت كل سماء وغدا ستسطر الميادين عطاءهم وتضحيتهم وستروى بسيادتكم بطولاتهم كما تم تسليم الجوائز والشهادات وتقليد الرتب للطلبة المتفوقين وبعد التسليم وتسلم العلم تم تسمية الدفع باسم الشهيد عبدالقادر حشان الذي كرمت عائلته بالمناسبة اليوم رأنا نعمل في الحرية والاستقرار رحم الله الشهداء لتسير بعدها الدفعات ككتلة واحدة موحدة وبخطا ثابتة نحو ميادين الوطن بروح العطاء فإنما تلقوه في مصنع الرجال يجعلنا مطمئنين على قوتهم وصبرهم وقدرتهم على الصمود أمام كل من تسوي له نفسه المساس بأمن وأمان وطننا الجيش الوطني الشعبي يدرك اليوم جيدا موجات التغيير وحجم المخاطر التي تحيط بأمن واستقرار البلاد والتي لا يمكن مواجهتها إلا بالتكوين العالي والجاهزية للقتال والتي ما فتأ يؤكد عليها قائد الأركان في خرجاته